انت تبقى مغلوب واحد سفر لغاية الديئة تسعين وكالعادة روح الفانيلا الحمر كالعادة روح الفانيلا الحمر هي اللي دايما بتخلينا نصل ان انا بقى واقف قدام حضراتكم او انت كاهلاوي مبسوط وفرحان باللي بيحصل عشان كده الموضوع بالنسبة لي النهاردة انا سعيد جدا جدا لانه فكرني بحاجات قديمة وبالمناسبة انا حكيت لحضراتكم بارح قلتلكم ده كان نفس مباراة الجيش الملكي الجيش الملكي كان جاي اللعبنا هنا في القاهرة برضو في كاس السوبر ساعتها الافريقي والكل قال لك الاهلي حيكسب كتير وبتاعنا فكر ان كابتن شادي محمد طلع كرة من على خط الجن في ديئة 92 برضو او 91 كانت دخلة في النادي الاهلي جون ودخلنا شطنا ركلات الجزاء نشط ركل الجزاء وكابتن أسامة حسني شط ايضا ركل الجزاء وكابتن عماد النحاس وابوتريكا ومش فاكر من الخامس الحقيقة وكسبنا تقريبا بنفس السيناريو ده بنفس السيناريو ده وبالتالي افتكرت حاجات حلوة كتيرة افتكرت ايام حلوة كتيرة مع جمهوري النادي الاهلي ومع زميلي واصدقائي واخواتي واحبائي اللي كانوا موجودين معايا في ذلك الوقت فيه او انا كنت موجود معاهم الحقيقة في ذلك الوقت فيه النادي الاهلي فكنت سعيد جدا 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 الفرحة بالنسبة لي النهاردة كانت مضاعفة الفرحة كانت عفوا قد ايه الواحد كان سعيد قد ايه الواحد كان مبسوط نحن كلنا فرحانين اللعيبة النهاردة على الرغم من ان معظم اللعيبة اللي كانت موجودة كان عندنا تعب كان عندهم تعب واضح جدا الحقيقة في المباراة واجهاد واضح جدا في المباراة ولكن لعيبة رجالة لعيبة بتموت نفسها سواء مع المنتخب مصر او حتى مع النادي الاهلي مع المنتخب بلدي انا حلعب لغاية اخر ثانية وحموت نفسي ومع النادي الاهلي حلعب لغاية اخر ثانية وحموت نفسي هو ده الفارق الكبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي حد تاني او لعيبة النادي الاهلي واي حد تاني عشان كده الاهلي دايما هو اللي انفرحنا